أعلن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر عن انطلاق فعاليات معرض طرفنا للحياف اليدوية والطرفية خلال الفترة من الثامن إلى الرابع عشر من اكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية وأقد رئيس التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات باس الرحمي أهمية المعرض باعتباره ملتقا ثقافيا واقتصاديا هاما ويتم تنظيم المعرض للعام الخامسي على التوالي برعاية الرئيس عبدالفتاح أسيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للفنانين وأصحاب الحرف اليدوية الصغيرة لتطوير أعمالهم ودعم استقرارها ونموها ولتعزيز قدرتها على استعاب المزيد من فرص العمل والمحافظة على التراث الأصيل والترويج له داخليا وخارجيا